بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدى لما بنجلس مع بعض بنحاول بقدر الإمكاني نحن نتكلم على جلساء بيجلسوا معانا ويمكن الواحد فيهم يحرق قلوبنا أو يحرق كمان حياتنا زي ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نفرز جلساء بتوعنا يعني إن نفرز جلساء بتوعنا مش معنى كده أن نحن نحكم على الناس ولكن نتكلم على إيه المعنى اللي بيكون معانا لما نجلس مع حد إيه اللي بيسرق إلى قلوبنا وإيه اللي بيحصل لنا عشان نعيش في قوله تعالى بل الإنسان وعلى نفسه بصيرة وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المرء على دينه خليلي وعلمنا أن مثل الجليس الحسن كصاحب المسك وعلمنا أن مثلا الجليس السوق كنافخ الكير فده بيعطرنا وبيخلينا نشم ريحة الطيب وده بيعفرنا وبيخلي ثيابنا تتحرق إحنا النهاردة عايزين نتكلم عن جليس ساعد بيبقى عندنا كده والناس اللي تستهين بيه بس الجليس ده ممكن يفسد علينا حياتنا يفسد علينا كل تفاصيل حياتنا لأنه ما بيبقاش بس في المكان اللي هو بيبقى فيه جليس النهاردة لما حد فينا بيصاحبه بيخلي عينيه بره قلبه بره حياته طول الوقت يعني مش شايف اللي عنده عينيه خارجه بره لكن شايف اللي عنده غيره دايما لما الجليس ده بيكون معانا هو ده بالذات في بيئة العمل بيخلي عندنا حال من اتنين إذا تعاملنا معاه صح بيخلينا نتعلم ونتقدم وإذا يتعاملنا معاه من غير نور الله ومن غير بصيرة اللي ربنا أمرنا أن احنا نسير بيها قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة فأنا لو مشيت من غير بصيرة فبيخلينا نخرج أسوأ ما فينا قال لي ايه الجليس المخيف ده هو جليس لابد أن نتعامل معه بحرص اللي هو ايه الجليس ده الغيرة في العمل إن الواحد يكون في العمل غيران غيران من حد بيسبقه غيران من حد أحسن منه آه الغيرة شعور إنساني طبيعي لما تكون الغيرة بتدفع الإنسان إنه يتطور إنه يعد من سلوكه وإنه يلتمس من فايد الله ومن كرمه فيدعي ربنا إنه يرزقه زي ما رازع الآخرين لكن الإنسان بقى لما يدمن المقارنة وما يبصش في طبقه وما يبصش في رزقه ويفضل باصص اللي ما عندي الناس ويبص حواليه لحد ما يبقى حاسس دايماً بلهيب في قلبه وإن غيرته ممكن توصله إنه يكره شخص اللي بيغير منه ويتمنى له الأزية أقول لكم حاجة مش بس بيتمنى له الأزية ساعات كمان بيكون هو بيأذيه ويكعبله ويكعبله عشان إيه هو غيران منه عشان يخليه ما يعيش حياة سليمة وما يقدرش يفضل زي ما هو كده ويبقى ده غيرة محتاجة تسكية تسكية يعني إيه محتاجة تطهير محتاجة تخليه تنقية محتاجة إن الواحد يخلي قلبه من القبيح إذاً الغيرة دي هتبقى قبيحة ويحلي قلبه بالمليح عشان كده في بعض الأحيان محتاجين من الغيرة دي من أثار الغيرة دي محتاجين توبة لو تسببت في أزا الناس نرد للناس المنظالم وكمان نتوب عشان الغيرة دي يبقى عملت حاجة مؤزية ساعات بتحصل الغيرة لما يكون فيه شخص محل للأنظار حوله وهو إنسان لطيف فالناس بتحبه أو يكون شاطر في شغله ودايماً بيعتمد عليه الناس فبتحس بالغيرة لأن شغلك لسه بيكون عليه تعديلات كتير أو شخص مسلاً يكون معك في نفس الشغل وحصلت له طرق إيه وإنت لسه وإنت شاف إن أنت مستحق مستحق عن إيه؟ عن تصور عندك فغيران منه هو ليه خد وأنا مخدتش؟ ولأنك أنت شاف إن أنت مستحق ومعيني على فكرة أنت لسه مجاش عليك الدور ولا توفرت فيك الشروط ولا تحققت فيك معايير إن أنت تترق لكن أنت غيران أنا ليه ما حصلتش على اللي هو حصل عليه وعشان كده ده جزء كبير جداً جداً لازم نوقف عنده هو أنت كده بتتمنى لأخيك ما تتمنى لنفسك لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسي هو بدل الغيرة كان هو محتاج منك إيه؟ إنك تفرح له وإنت بقيت تفرح له إنت بقيت مغموم فالغيرة في العمل من أكتر المواضع ومن أكتر الأحوال اللي بتبين للإنسان سخطه وعدم رضاه يا نهارة بيض وإنه مش بس مش راضي بالنعمة لا هو مش شايفها أصلاً مش شايف وضي الله ليه هقولك حاجة محدش يزح ساعات الغيرة في العمل بتخلي الإنسان مش شايف ربنا أصلاً وساعات لما يجي يكلم ربنا وهو غيران يحس إنه إيه؟ بيعاتب ربنا أو إنه شايف إنه كان ليه حق وربنا منعه وده اللي بيخلي بعض الناس تحاسب ربنا في ناس ربنا أكرمهم وناس لأ بس هو حقيقي في ناس ربنا سبحانه وتعالى أكرمها وناس لأ ولا أنت اللي عودت عينك طول الوقت إنك تشوف براك على فكرة أنا أحب في قولي تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة إن الإنسان ما عملش كده عشان يرد نفسه الحالة السيئة اللي هو عايش بل الإنسان على نفسه بصيرة عشان يمل عينه بنعمة ربنا يعني أنت لما تكون لك بصر في نفسك وفي أنفسكم أفلاته بالسرور لما الإنسان يبص في نفسه تتملي عينه بجمال نعم ربنا وأنا بقول بنعم ربنا عشان ما يخترش إن ربنا سبحانه وتعالى وسع نعم عليك فالنعمة دي بتاعت ربنا مش بتاعتك أنت فلما تحس بكده وتتملي بده خلاص بتحس إن أنت راضي وتشوف مدد ربنا سبحانه وتعالى والنعم اللي جواك طيب لو أعملتش كده وما اتطورتش من نفسك عشان استقلت النعمة اللي عندك حسيت اللي عندك قليل وغفلت عن إنك تستثمره وتبني عليه من عندي فلسفة اسمها استثمار النعم النعمة موجودة عشان نستثمرها واستثمار النعم جزء من شكر النعم يعني جزء من قولي تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم فأنت عايز النعمة تزيد لازم تستثمرها فحضرة النبي صلى الله عليه وآله علمنا حقيقة مهمة من حقاق الحياة لما منعيش فيها بنحس بالسلامة والصفاء لما قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم شوف بقى وارضة بما قسم الله لك تكون أغنى الناس إزاي يعني ايه يعني ايه ارضة بما قسم الله لي أخذ ما قسم الله لي وأستثمره فربنا يغنيني من كرمه ويفتح علي من فضله ويزدني حتى أغتني وأكتفي ويكفيني بفضله أليس الله بكافن عبدا فأكتفي بفضله وده مش دعوة على فكرة إن الإنسان ما يكونش عنده طموح ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن احنا نفرح ونعمل ونستثمر اللي عندنا فنرى ويسع لله سبحانه وتعالى بالغنى فنتيقن من كرم الله سبحانه وتعالى وحسن تدبيره وحشان كده من الأشياء الملفتة للانتباه إن فيه دراسة علمية كانت في جامعة كاليفورنيا ورصدت إن 79 من النساء 79% من النساء اللي أجريت عليهم أجري عليهم البحث و74% من الرجال عبروا عن شعورهم بالغيرة تجاه أشخاص في العمل يا أنا ربيض من النسبة كبيرة جدا 79 و74% في الحقيقة الإحساس بالغيرة بيكون بيعكس شعور الشخص بعدم الإمان وحسن بعدم الإمان وعلى بكرة شعوره بعدم الإمان ده مش لازم يكون ليه سبب بس تشوف أسفة الغيرة بتعمل ايه تخليك ينتزع منك الإمان وإحساسك إن نجاح خيرك عيقل منفرستك في النجاح ليه إيه إيه القانون لما يقول للناس لما حد يجي يقول كده لما فلان ينجح فين القانون إن أنت مش إن ده بيقول لي لفرصتك في النجاح يقول لي إن هو لما ينجح كل الفرص تروح له ليه يا سيدي طيب لما ينجح طيب ما فيه ناس بتقول إيه طيب ما نساعد ناس تانيين عشان تنجح فغيرتك دي غير مبررة أو إنه ناس برضو بعض الناس يقولوا مش هيحس بالقبول غير لما يكون مميز في عين اللي حواليه وأنا لازم أكون الأول في كل شيء فيغير منه أنا لازم أكون الأول عشان أملعيني الناس وإلا الناس هتسبني دايما يجي عندي مجوعة من الناس كده يجي يقولك أنا لازم أبقى عندك متميز وفيه غيرك حد تاني يبقى متميز أنا أتوجع ليه تتوجع يا سيدي عشان أنت المهم أنت مش هتحب غير المتميز لا خالص الأم بتحب كل أولادها وبلاش لازم نعلم أولادنا إن الحب هيكون للمتميزين بس فيبقى الشخص لو حس أن انت وحطه في مكان متميز يحس أن انت مش هتحبه والفكرة دي من أكتر الأفكار اللي بتفسد على الإنسان حياته وبتجلب عليه كتير من الوجع والألم وتخليه يحرق إمكانياته وقدراته وتقلل طقته على الإبداع والتطور فكرة الغيرة في العمل مهلكة مفسدة محرقة وذلك فيه علامات بتدلك على إن في قلبك غيرة في العمل بتأذيك زي ايه أول حاجة الإحباط أشهر حاجة إنك تحبط لما تلاقي اللي بتغير منه عنده مهارة في شيء معين والمهارة دي مش عندك في بعض الناس يقول لا 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 بس بس الإحباط والمقارنة دي والإحساس بالإحباط ده ممكن يعملوا إزاي يعالجوا إزاي ما عندوش حاجة آه صحيح هو بيعمل كذا 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 بس ما عندوش حاجة لا خلاص أو أنت بأنت غيران منه ليه أنا مين يعني إن أنا غيران بس هو الناس ما بتهتمش غير من النوعية دي من الناس فإلا يا حسن لا أنا مش أعمل حاجة خلاص بقى بطن الإحباط ده بيدل على إنك أنت غيران منه فاتق الله فيما أودع الله فيك من النعم أنت مش من حقك تحبط لأن ربنا أدلك النعم دي عشان تستمر فيها وتنتج وعشان كده أنت لازم تقوم بشكر النعمة إن أنت تحبط يبقى أنت ده من كفران النعم تاني حاجة بتبين أول إن الشخص ده وات عنده غيرة في بيئة العمل ترقب الشخص اللي بتغير منه إن أنت تفدأ سيب حالك وملك وقاعد مركز مع إيه مع اللي أنت غيران منه وساعات تعمل إيه تتلكك له على أي غلطة وتحاول إنك تبرزها وتحاول تبرز كده أخطاءه وتتكلم عنها كتير وتعمل كده وده تلحظت النبي صلى الله عليه وسلم خلابة يقول لنا إن ده نوع من أنواع الظلم ليه أن ترى إيه اللي حاصل أن ترى القذاتة في عين أخيك ولا ترى جزع النخلة في عينك تركز معاه وتشوف الحاجة صغيرة أوه ما عندهش أخلاق ده من بيعرفش حاجة ليه لأنه عمل الحاجة فييجي يقولك ما أنت عملتها قبل كده لا 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 أنا عملتها وأنا فاهم هو جاهل ولا عزب الله أعوذ بالله فالتلككة دي تخليك حاجة على طول اللي يشوفها يقول ده غيران منه تالت حاجة إخفاء نقاط القوة اللي في الشخص الآخر اللي بتغير منه وتحاول تغطيها والدريها والدري إنجازاته ولا عمل عمل إيه للشغل ده ولا حاجة يا ابني ده كسبنا كذا وعمل كذا ولا حاجة رابع حاجة تبين ده غير عدم التطور والنمو الشخصي إنما اللي ما يحصل لكش تطور في عملك لإنك دايما مشغول بغيرك وفي ناس بتحب يا سيدي تشعل غيرة بين الناس في العمل يتفرج عن ناس ويا ولعب بعض عشان هو يحقق مصلحة من وراهم ويعيشهم في شر نار وما تطفيش لما تلاقي حد يقول لك مثلا يا فلان عايز أقول لك حاجة عشان بحبك ومصلحتك تهمني ده فلان منفس منك على فكرة ده فساد عريض والراجل ده مغرد والراجل ده داخل في الغيبة والنميمة وداخل يمشي بين الناس بالنميمة والعزب الله فلازم تعود نفسك لما تشوف خير عند حد من زميلك أو اللي بيشتغلوا تحت مظلة إدارتك أو اللي بيشتغلوا تحت تحت إدارة غيرك أنك تبارك الخير ده اللي عندهم وتدعي لهم بالبركة أن ربنا يزود لأن الدعاء بالبركة للغير يفتح لك كل أبواب الخير الدعاء للغير بالخير يفتح عليك كل أبواب الخير وعشان كده لما تلاقي الله سبحانه وتعالى خص إنسان بعطاء معين عليك أن أنت تفهم أن ده بشرى ليك أن ربنا سبحانه وتعالى هيمدك بعطاء أنت أيضا لأن أعطاء الله سبحانه وتعالى لأحد يبشرني بالمدد من الأحد لأنه كما أمده سبحانه وتعالى سيمدني فالله ينظر إلي كما نظر إلي فأنت لازم تعرف في بعض الأحيان أن كتير من الناس اللي بيحسوا بالغيرة كأن الغيرة جاية تبعط له رسالة رسالة إيه أنه يعيش بحقيقة الوسع أن مدد ربنا واسعة ما تديقش الحياة والحياة واسعة لأن فيها تجلي الله سبحانه وتعالى فلازم الإنسان ده يكتب على قلبه كده وسع مشهدك تنى المسعدك وكل ما توسع نظرك تلقى السعادة مفتوحة أبوابها عليك لكن كل ما تديق نظرك تجد السواد والخنقة والانتقام والحقد والأزى فلازم يا سادة نعلم أولادنا وربيهم على المعنى الحقيقي للتنافس التنافس يا سادة مش باب لطمس الآخر التنافس مش تدوس على الناس وعلى رئابتهم عشان تطلع على جماجمهم ولا أنك انت تستغلهم كوقود عشان سيارتك تتقدم للأمام التنافس مش أنك انت تخنق الناس عشان تقدر انت تتنفس لا التنافس معناه تبادل الأنفاس أن أخذ مددا من نفسك وانت معايا فيشرح صدري الله سبحانه وتعالى واجد نفسي مليئة بالقيم الإضافية في حياتي لكن التنافس مش معناه الغيرة والصراع والصدام ولذلك مش هتقدر تحس بالنور والوسة والسعادة والنعمة اللي جاية من عند ربنا بالنجاح والتوفيق غير لما تعيش بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحبه للنفس طب أعمل يا عشان أنا ساعد نفسي وأترك لو كنت من أهل الغيرة في العمل أترك الغيرة في العمل أول حاجة دون كل يوم حاجة تعلمتها من حد من زميلك واستثمرها في حياتك يعني إيه؟ اكتب حاجة تعلمتها من حد ويا سلام ويا سلام بقى لو كتبت ولو كتبت اسمه معاه فتتعلم إن الناس فيها نفع كل ما ترجع للدفتر ده تلاقي أسماء الناس اللي نفعوك وتلاقي أسماء الناس اللي علموك حاجات كديدة فإيه اللي حاصل فإيه اللي عندك إيه؟ إيه اللي عندك لغيرة منهم لأنهم نفعوك تاني حاجة امتن لكل اللي علمك وساعدك في الشغل أي حد ساعدك وأولمك امتن له قل له شكرا جزاك الله خيرا أحسن الله إليك ربنا يفتح عليك ربنا يجزيك بالإحسان اللي أحسنته إليه إحسانا حتى لو من غير قصد حتى لو نفعك من غير قصد امتنوا لكل اللي بيشتغلوا معاكم لأن الامتنان يا سيدي من أوسع أبواب أسرار الوسع من الرحمن الامتنان يجعلك تخرق في بحار ونهار أسرار الوسع الرحمن تالت حاجة اتعلم كل يوم معلومة جديدة في مجالك لأن الكل ما تتعلم معلومة جديدة في مكالك تبقى حاسس أن أنت بتمتلق مش محتاج أن أنت تحس أن أنت إيه؟ أن في حد بيأخد وأنت ما بتاخدش أنت بتمتلق رابع حاجة ساعد حد حواليك أنك تعلمه حاجة جديدة من اللي تعلمتها خمس حاجة لما يزيد عليك أحساس الضيق والغيرة ادع الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء الذي أحبه اللي أنا بسميه دعاء الوسع اللهم أرنا تجليات اسمك الواسع في كل شيء فلا يضيق علينا حال ولا رزق ولا صدر ومر بصائرنا بوسع ليس له مثال يا ربنا يا متعال اجعلنا على الدوام من أهل الوصال ومن أهل الجمال بفضلك وكرمك يا ربنا واجعلنا على أخراق سيد الرجال صلى الله عليه وآله وسلم في كل حال يا رب العالمين أكرمنا واجعلنا من الموفقين واجعلنا دائما من المقبلين عليك واجعل قروبنا خالصة نقية من الغيرة والكبر وكل ما يؤذينا يا رب العالمين لجأنا إليك فارحمنا من أنفسنا يا رب العالمين بعد الفاصل نلتقي بحضراتكم عشان نجيب على أسئلتكم المباركة ولكن بعد الفاصل رجال حضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم المباركة ويفضل الجسر المفتوح على مجالس العلم اللي بنرجو أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا فيها في الملأ الأعلى يذكرنا بتوفيقه وبسداده ويشرح صدرنا إلى ما يحب ويرضاه أمين يا رب العالمين وتعالوا ناخد أول سؤال وصلنا على صفحتنا بيقول أنا كنت ما بعرفش أصلي صلاة صلاة استخارة فنزلت كيفية الصلاة من على النت ويا دكتور كل ما أصلي عشان الدراسة يجي عريس يا سلام ده فضل ورزق من ربنا ووسع ده ما ربنا بيستجيب وبيبشرك بيقولك أن أنت كل ما تستمري في دراستك كل ما ربنا سبحانه وتعالى يجلب عليك الخيرات فأنت بتقوليني دلوقتي أتجوز ولا أدرس ادرسي وربنا سبحانه وتعالى لو وفقك إلى زوج صالح أهلا وسهلا بس ده ملوش علاقة في التخيير ما بين الدراسة والجواز لا ادرسي ده هو بيقولك النساء يبقى ده معناه أن الدراسة بتاعتك تجيب لك مزيد من السعادة ومزيد من الفرح يبقى استمر في دراستك وكمان حاولي تقييمي العريس هل مناسب ليك ولا لا وعشان كده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وفي زوجه يبقى أنت تقييمي العرسان اللي بيقولك ولا تنقطع عن دراستك استمر في الدراسة لأن ليه استمر في الدراسة إن طلب العلم وده بيساعد الناس على أنها متعيش حياة مستقرة كل ما الأم كانت متعلمة وكل ما الأم كانت فاهمة وكل ما الزوجة حتى كل ما الزوجة حتى كانت فاهمة وكانت متعلمة كل ما كانت زوجة أصلح وكل ما كانت زوجة أفضل بالعكس احنا كمان عندنا بنطلب من الناس المقبينة عزاج أنهم يروحوا يتضربوا يعني يتعلموا كمان للجواز فالتعليم نفسه بيخلي الإنسان أكثر قابلية للنطق فالإنسان لما بتعلم وبيدرس بيتبقى نفسه أكثر قابلية للنطق سواء الدراسة دي الدراسة جامعية أو الدراسة ما بعد الجامعية فأنا رأيي اللي أنا شايفه أن أنت تستمري تستمري في الدراسة وتقيم الإرسان اللي بتجيلك مش أني كده الرؤية معناها كده الاستخارة معناها أن يسيب الدراسة واتجوزي لا هذا الكلام ليس معناها هذا ولكن أنت ستسعدي وتفرحي إذا درستي فدرسي ولو جالك حد مناسب يبقى خليه اتجوزي مع حفاظك على إيه دراستك السؤال الثاني يقول لو جوزي عليه من الصيام يوم أو يومين يعني من صيام رمضان وهو مريض لا يقدر الصيام وهو الحمد لله عايش ينفع صوم عنه بتسأل لو واحد جزوجها عليه يوم ولا يومين ومش قادر يصوم يعني مش قادر يصوم لو كان معنا مش قادر يصوم إنه مش قادر يصوم تاني خالص 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 والدكاترة قالولي أنت ممنوع من الصيام طول حياتك يبقى نعمل إيه وده اللي مش باين لي من السؤال لأن لو ده اللي باين لي من السؤال كانت قالت لي مش قادر على الصيام ومش هيصوم رمضان اللي جاي ده كله أما وإن ده مش باين مع السؤال بس عجاو يعني لو كانت دكاترة قالوا إنه مش هيقدر يصوم تاني عن طلع عن كل يوم أفطره فدية طعام مسكين يبقى عن طلع طعام مسكين عن كل يوم فطره سواء يوم اتنين تلاتة أي عظم من أيام خلاص طيب طب لو كان لأ ده هو هيقدر يصوم بعد كده لا ما تصومش عنده لما يخف أيا كان زمن إنه هو يخف دي يعيد ويصوم الأيام التي فاتته يبقى دوت حكمه يبقى أنت ما تصومش عنه ولكن إما إنه مش هيقدر يصوم تاني فنطلع فدية على اليومين دون أو إنه هو يقدر يصوم بعد ما يخف فيصوم بعد ما يخف لأنه مازال من أهل الصيام نعم فما ينفعش تصومي عنه السؤال بعد كده بيقول لو بقرأ القرآن وطلب مني أبي أو حد وطرقت قراءة عادي أكمل ولا أقرأ الصورة من الأول يعني هو بيقول أنا في وسط قراءة صورة البقر أو في وسط قراءة صورة الملك أو في وسط قراءة أي صورة والدي ندي علي أو والدتي نديت علي فأمت وسبت القراءة فأمت وسبت لإيه سبت القراءة هل أرجع أجمل ممن من حيث وقفت ولا إيه اللي حاصل ولا أبتدي الصورة من أولها لا أرجع ليه إن أنا أرجع أكمل من حيث وقفت ليه لإني أنا لما خرقت ولبيت دعوة أبوي أو دعوة أمي أنا في الحقيقة بس أم حاجة نختم على رأس آية لإني دا أت الأفضل وأبتدي من الآية التي تليها يا جوز ده وإحنا مش ممكن نكون في كل مرة في القرآن الكريم ما إحنا في نعمل في التراويح كده بنيجي في إيه في الراكعة خلست فبنعمل إيه فبنختم الراكعة دي قراءة ونعمل إيه ونسلم ونرجع تاني وساعات بيبع عندنا إيه جلسة التراويح فما بنرجع ليش للإيه للصلاة مباشرة والدليل على ذلك ماذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة صلى بآية طب صلى بآية هي فيه هو الآية دي كانت سورة لا الآية دي كانت آية آية في سورة فصلى رسول الله ثم قطع صلاته وسلم ورجع إلى القرآن في اليوم في الليلة التالية يبقى إيه اللي حاصل يبقى يجوز الإنسان إنه هو ده كمان في الصلاة يجوز إنه يتوقف عند آية ثم بعد ذلك بيعمل إيه يكمل بعد ذلك في الصلاة وعشان كده أنا رأي إنه لأ مش واجب عليك ومش فرض عليك ولا تكوني آثمة ولا تكوني قد تركت الأدب مع القرآن إذا بدأت بعد من تهيتي يعني إنت بدأت في أول السورة في منتصف السورة في أواخر السورة ابدأي بعد من تهيتي وهذا ليس فيه أي نوع من أنواع لا إفساد العبادة ولا نوع من أنواع عدم الأدم مع القرآن ولا فيه أي نوع من أنواع الخروج عن آداب قراءة القرآن بالعكس قد يكون دوات نوع من أنواع الديمومة إنه نحن نتعود إنه نحن ده لكن لما نيجي ونجيب السورة من أولها إيه اللي حاصل؟ نحن كده نعمل إيه؟ يبقى كده معناها أننا كل واحد يقرأ سورة البقرة لازم يخلص سورة البقرة في جلسة واحدة وقد يعثر عذا على الناس ويصعب عذا قد يعثر عذا على الناس ويصبح أمر ثقيل على الناس إن هي تعمل ده لكن القرآن الكريم إيه اللي حاصل؟ يقرأه الناس وليس بالضرورة أن يختم الإنسان السورة لكي يتوقف عن القراءة لا ممكن يتوقف على القراءة في منتصف السورة وممكن يتوقف عن القراءة بعد انتهاء السورة يعني ممكن يتوقف أثناء التلاوة وممكن يتوقف بعد الانتهاء من السورة وهذا ليس فيه أي نوع من أنواع عدم الأدب مع القرآن فنكمل عادي مش لازم نجيب السورة من الأول السؤال بعد كده بيقول لو بصلي القيام في البيت هل لازم يكون فيه فرق بين العشاء والقيام ولو فيهم ما صليتش القيام ليلة أو ليلتين علي زنب ولا لازم أخضي لا مش لازم نقضي القيام لأن القيام من الصلوات النافلة من الصلوات التي هي نعم قيام الليل ده إذا كان يقصد به الوتر وما معه من الصلوات كان عند رسول الله سلم لو كانوا يقصد الوتر فهو من السنة المؤكدة لكن إيه اللي حاصل لأنه ليس واجبا فإذا تركوا الإنسان ليلة أو ليلتين أو حتى شهر أو حتى سنة فهو ليس آسم لو ما صلهوش العمر كله برضو ليس آثما يبقى هو لو ما صلاش ده خالص العمر كله طيب إحنا كده بنهون العبادة لا بنحط العبادة في حكمها الشرعي لأن إحنا مش من حقنا إن إحنا نغير حكم حكم الصلاة فبعض الناس كانوا لا يزيدون ولا يزيدون عن الصلاوات الخمسة مع الرجل جيل رسول الله سلم وقال له إيه إيه اللي بيخلينا بنقول ده الرجل جيل رسول الله سلم قال يا رسول الله أنت قلت بأنهم خمس صلاوات في اليوم والليلة قال قال أنشدك الله قال نعم قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها الرجل بعد ما مشي قال أفلح وأبيه إن صدق ما قالش حضرت النبي إن هو إيه إن هو آثم فده معناه إن الرجل لما يصلي الصلاوات الخمسة من غير بأي نوافق خالص لا عيصلي سنن سنن الصلاوات الرواتب ولا كمان عيصلي الوتر فمعنى كده إنه إيه إن صلاةه عاد إن صلاةه عاد تكون صحيحة وهو لا يكون آثما إذا فعل هذا يبقى إحنا نفهم هذا إن السنن الصلاوات السنن لو تركها الإنسان لا يكون آثما لأن تعريف السنة كده تعريف السن اللي هو تعريف المستحاب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فإذا إنت صليت السنن تثاب عليها طبعا إحنا عندنا مشكلة في التدائن الكمي والتدائن الكمي بيتعامل مع الصلاوات السنن كما تعامله مع الواجب فإذا الإنسان ترك ده يشنع عليه ويتكلم عليه كلام صعب مع إن الإصة يعني إن كلنا بنأتي من الأعمال ما نطيق فلذلك زي ما حدت النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه السيدة عائشة أنه قال خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وكأنه يقول لنا ما تحملوش نفسكم ما لا تطيقون وده معنائه إن الصلاة إذا تركت صلاة الوطر لا أكون آثما ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ على صلاة الوطر دائما في الحل وفي الارتحال لكن الراجل قال لحظة النبي خمس صلاة الله أصلي إيه غيرهن قال أفلح وأبي إن صدق يبقى ده معنائه معنائه إن حظة النبي يرى أن هذا الرجل لا يكون آثما وأن هذا الرجل الذي فعله صحيح إذا صلى الصلاة الخمس فقط لأن هذا الفرض العلي هو ده تعريف تعريف الفرض أنه يثاب على فعله ويعاقب على تركه طب الصلاة السنن لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه يبقى الإنسان إذا ترك السنة ليوم أو يومين لا يعاقب ولا يكون عليه ذنب بل عليه إنه يعود مرة ثانية ويسير إلى الله سبحانه وتعالى عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعله في خير حال إحنا بهذا الكلام وبسيرنا في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ونحن لا نحمل أنفسنا ما ننطيق لتظل العبادة نور وبركة وفتح وتوفيق وسداد علينا يا رب العالمين نسألك وأنت الكريم أن تنزع من قلوبنا كل حقد وغل وحسد وأن تجعل قلوبنا خالصة لك وأن تجعلنا من عبادك الموفورين وأن تغفر لنا مساوينا وأن تحفظنا من بلاوينا وأن تنور قلوبنا بنور محبتك وأن تجعلنا بالرضاك عن سختك وأن تفرغ قلوبنا من كل ضيق وحرز وتجعل قلوبنا خالصة لك وحدك اللهم إنا نسألك أن تردين بعطيتك وأن تجعلنا من أهل الرضا بنعمتك وأن تجعلنا لها شاكرين وبها مكتفين وبها مستغنين يا رب العالمين أكرمنا بالرضا والفتح والتوفيق يا أرحم الراحمين يا سادة نحن لابد في طول الوقت أن نحن نعيش بشكل صحيح ولابد أن نحن وإحنا بنقرأ القرآن وإحنا بنعمل كل العبادات نعرف أن العبادات وأن تلاوة القرآن كلها من باب الإقبال على الله سبحانه وتعالى فلذلك إذا كانت هي من باب الإقبال على الله سبحانه وتعالى ومن باب الفتح ومن إقبال التيسير ومن إقبال طلب عون الله سبحانه وتعالى أن نحن ونحن نسير في هذه العبادات نسير بماذا؟ نسير بمحبة فإن حد يجي يقول والله أنا لو تركت قيام الليل لليلة أو ليلتين أنا خايف من الزم ولا أقضي ولا ما أقضيش أنا أشعر بأن هذا الأمر جاي فيه قدرك به من التدين الكمي يبقى إلا حاصل يبقى إحنا لازم نقول له يا سيدي خذ من العمل ما تطيق وسير مع الله سبحانه وتعالى وتحسس قلبك ولكن هي المسألة من إذا تركت العمل تردك الله الله يقبلك والله يحبك والله يفتح عليك فأنت عليك أن تسير إلى الله سبحانه وتعالى وعليك أن تؤمل وأن ترجو محبة الله سبحانه وتعالى وأن ترجو فضله وأن ترجو محبته لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يوع مننا برقم لأن الله سبحانه وتعالى وخالق الأرقام ولا يتعامل معنا برصيد ولكنه سبحانه وتعالى جعل العبادات لكي ندخل في ساحة العبيد فلابد أن تنتقل من العبادة إلى العبودية ومن العبادة إلى الانكسار والافتقار إلى الله الله سبحانه وتعالى لا يطلب منك أن تزيد في ملكه شيء هذا لن يزيد في ملكه شيء ولكن الله سبحانه وتعالى يطلب منك أن تكون قريبا منه وأن تعيش بقربه وأن تتلزز بقربه وأن تجعل عبادتك تفتح قلبك على أن تزول بينك وبينه من المسافات لكي تعرف أن الله سبحانه وتعالى قريب منك لابد أن تعتقد هذا الاعتقاد إن الله سبحانه وتعالى لم يطلب منك أن تقبل عليه لكي تقطع مسافات ولكن طلب منك أن تقبل عليه لتعرف أنه أقرب إليك من كل مسافة ومن كل زمان ومن كل مكان اللهم أجعلنا من أهل الرشد واجعلنا على الدوام من أهل التوفيق والسداد والفتح والقبول يا رب العالمين أكرمنا بكرمك واجعلنا من أهل فضلك واجعلنا من أهل سيهتك واجعلنا من أهل رحمتك وتولنا كما تتولى عبادك الصالحين اللهم اغبر قروبنا في نعمتك واجعلنا من أهل شكرها واجعلنا يا ربنا من الذين يستسمرون النعمة فتجعل حياتهم منورة بنورك وتجعل حياتنا في أمانك وتجعل حياتنا يا رب العالمين وقد سكننا فيها في حضرتك نرى وجهك الكريم في كل وقت وحيم